على نحو الشهرين يتواصل الاضراب الشامل للقضاة ورؤساء وموظف المحاكم والنيابات في محافظة حضرموت والخلفية مطالبات حقوقية وتسويات في الدرجات القضائية باتت مفقودة على حد وصف هؤلاء القضاء والعملين في ذات الحقل الذين وقفوا احتجاجا هنا امام مجمع القضاء في مدينة سيئون يطالبون المجلس الاعلى للقضاء بسرعة اصدار الترقيات والتسويات التي اقرها منذ مارس اذار من العام الفائت بسبب تأخير اعلان التسويات وقرارها وهي حقوق مكتسبة للقضاء صدر بها قرار من مجلس القضاء الاعلى وتبقى بعض الاجراءات وهي من ضمنها قرار رئيس الجمهورية القرار الكاشف وتمت التأخير اصدار هذا القرار تم متابعة ناري القضاء لكثير من الجهات من اجل خروج هذه التسويات الى الواقع الا انه للاسف لم يتم تلبية هذه المطالب طول امد الاضراب والاغلاق التام لابواب المحاكم والنيابات زاد من حدة معاناة المواطنين في ظل وجود موقوفين احتياطيا في السجون الى جانب المسجونين المنتهية فترة سجنهم وترك العديد من القضايا الحقوقية والمدنية في حكم المعلقة كلها تراكمات ربما ستنعكس تأثيراتها على هيبة الدولة والنظام والقانون نتمنى على مجلس القضاء العالي ان ينتبه للقضاء وان ينتبه لمطالبهم وان ينتبه لما يلاقيه المواطنين من معاناة بسبب اضراب القضاء المساجين نحن كمحاميين نعاني مثل ما يعاني كل المواطنين مساجين فترة سجنهم انتهت ايضا حقوق نطالب بتنفيذها عبر الجلسات التنفيذية لا يوجد اي جلسات قضائية في الفترة الماضية اكثر من شهر وشوي ولا نرى اي استجابة لهذه المطالب وهي مطالب حقوقية مطالب مشروعة ويرى مراقبون ان استمرار حالة الاضراب في محاكم ونيابات محافظة حضر موت يجعل القاضي والمتقاضي على حد سوا في انتظار من ينصفهما ويسترد حقوقهما ففاقد الشيء لا يعطيه عبدالله مؤمن يا من شباب حضر موت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة